أسنع من سباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت رينيتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة التواصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة يتيحنا فإذا المساعدات الإنسانية بالشكل الكافي والملائم بما يحقق تحسنا حقيقيا في الأوضاع بالقطاع وخلال اتصال هاتفية تلقاه الرئيس السيسي من الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر الرئيس السيسي من خطورة استمرار التصعيد العسكرية واستهداف المدنيين مؤكدا إدانة مصر الكاملة لاستهداف المدنيين العزل بالمخالفة للقانون الدولية وقرارات الشرعية الدولية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول الجهود المشتركة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتهدئة في قطاع غزة والتواصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية من جانبه أعرب بايدن عن التقدير بوجه خاص للجهود المصرية المكتفة سواء على المصار السياسي الهادف للتهدئة أو من خلال دورها القيادية المحورية في عملية إدخال المساعدات الإغاثية لأهالي غزة عبر منفذ رفح استشهد أربعة فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون في قصف إسرائيلية على مخيم البريج وسط قطاع غزة وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلية استهدفت منزلا مأهولا في مخيم البريج ما أدى لاستشهاد أربعة أشخاص وأصابة عدد آخر أكد مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئين الفلسطينيين الأونروا في ليب لازاريني أنه لا يمكن الاستغناء عن الوكالة بسبب تعدد أو أهمية أنشطتها وأضاف لازاريني أنه سيكون من قصر النظر بعض الشيء لاعتقاد بأن الأونروا يمكنها فقط من الناحية الفنية نقل جميع أنشطتها إلى وكالات الأمم المتحدة الأخرى أو إلى منظمات غير حكومية أعرب الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون عن إداناته الشديدة لمقتل عشرات الفلسطينيين خلال توزيع مساعدات إنسانية في شارع الرشيد شمال قطاع غزة وطلب ماكرون بالكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة للضحايا مجددا إدانته لعمليات إطلاق النار ومطالبا أيضا كذلك باحترام القانون الدولي علاقة كولومبيا شراء الأسلحة التي تصنعها إسرائيل بعد استشهاد أكثر من مئة شخص خلال تجمعهم للحصول على مساعدات في شمال غزة وقال الرئيس الكولومبيا جوستافو بيترو أنه أثناء انتظار الطعام قتل أكثر من مئة فلسطينية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية مطيفا أنه لذلك السبب علاقت بلاده جميع مشترياتها من الأسلحة الإسرائيلية ندد وزير الخارجية الإسباني خسيمانويل ألباريس بمقتل أكثر من مئة فلسطيني خلال توزيع مساعدات غذائية في شمال غزة وقال ألباريس إن ما حدث في غزة حيث يموت العشرات من المدنيين الفلسطينيين أثناء انتظارهم للحصول على الطعام يؤكد الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار أعلن الجيش الأمريكي أنه شن ضربات ضد ستة صواريخ كروز مضادة للسفن وطائرات مسيرة شكلت تهديدا للسفن في البحر الأحمر وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن المسؤولين العسكريين قرروا أن الصواريخ والطائرات المسيرة تشكل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة وفق مجلس الشيوخ الأمريكي ذو الأغلبية الديمقراطية على مشروع قانون إنفاق مؤقت قصير الأجل لتجنب إغلاق الحكومة جزئيا بعد أن دعمه مجلس نواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون وذلك قبل أقل من 36 ساعة من بدء نفاذ التمويل وسيذهب بعد ذلك مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ بأغلبية 77 صوتا مقابل 13 صوتا من الحزبين إلى مكتب الرئيس جو بايدن للتوقيع عليها ليصبح قانونا وستحدد المواعيد النهائية لتمويل جزء من الفكومة بحلول الثامن من مارس والجزء الآخر بحلول الثاني والعشرين من مارس شكرا